ختم غربة السلام عليكم هذا النهار 3 مارس 2023 جمعة مباركة الله يرحم جميع الأموات دينا ويشافي المرضى إن شاء الله قبل ما ندخل الموضوع دي الفيديو دي هذا النهار بغيت نتير انتباه وغادي نبقى نعودها كل ما تحت لها الفرصة على أهمية التواصل للمؤسسات العمومية دي البلادنا كنقول هاد شي لأن هدي واحد لومين الناتق الرسمي باسم الجيش الأمريكي هو كيخبرنا احنا الشعب المغربي أن فرق خاصة دي القوات المسلحة الملكية يعني دي البلادنا العسكر دي البلادنا غادي شارك في مناورات عسكرية في دولتين إفريقياتين مع 11 دولة المريكان كيخبرونا احنا الشعب المغربي أن القوات المسلحة الملكية دينا غادي شارك وش ما باشيكم أنه شي حاجة مش هي هديك أنا بغيت نعرف هديك خالية التواصل اللي كينا في القوات المسلحة الملكية لاش قات صلاح علش هما اللولين ما يخبروناش احنا الشعب المغربي ويديروا بيان ويقولوا هاد الفرقة الخصارة هتابعة يمكن الجيش الجوي ولا الارضي ولا البحرية ولا كومبينة كاملين وغيديروا وغيطروا وهاش حمن فرض وهاش كونا هوما وهاليز اكسبلوديا ولهم وشك يديروا هاتي ما يقولوش لنا وانتسلنا وحنا الامريكان هي تقول لنا احنا الشعب المغربي ان الجيش دينا بغينا جميع المؤسسات العمومية دي البلادنا ياخدو ميتال من المديرية العامة الامل الوطني مني كنقول جميع المؤسسات العمومية بما فيها القصر الملكي ياخدو ميتال عن المديرية العامة الامل الوطني ياخدو ميتال من الارضيستيك كيفش يتواصله طريقة دي التواصل السرعة والاحترافية في التواصل للأسف المؤسسات الوحيدة اللي راهما هاد الappearformance بحالكة هما هاتي جوش لا غير واللي بقى زي ما صيرت الشعب المغربي صيرت لعب ضب الراسك المريكان كيخبرونا حناية المهم غادي ندخل في الموضوع بغيت نعرف إلا كينشي مواطنين مغاربة بحالي اللي الدولة دق دقاتهم وبقوا عايشين في المغرب وفرحانين ومتفائلين في مستقبل المغرب وكيناضلوا من أجل مغربين أفضل لأنني بغيت نعسوا حل جمعية عفاكم عرفتوا علش كينقول هاد شي لأنني من الشباب ديالي فاش دخلت الميلة في الصحراء مع مولي حمد العلاوي والناس وحد أخرين وذاك شي اللي دوز عليها الدريس البصري والناس اللي كانوا معاه مايمكنش يتصور وفي هاداك الوقت كنت عرفت واحد القادية أن مولي حمد العلاوي قصر الملاكي الحسن الثاني الله يرحمه المعلومات اللي كان كينبغي يعرف بطريقة غير رسمية علشنو كيوقع في أقالي من الجنوبية لأن دريس البصري كان محتاكر المعلومة والتشي واحد ما كان يمكن يوصل للحسن الثاني الله يرحمه الخبار الصحيح إلا دكشي اللي كيعطيه دريس البصري كتعرفوا المغرب كان مقسم على الأربعة كين المغرب ديال دريس البصري كين ديال جنرال البناني ما هو كله قوة مسلحة الملكية كالجنرال قادري واخد المخابرات الخارجية وكان حسن بن سليمان الدرك الملكي الحاج المديوري وغيره هادو كانو قصر الملكي تشي واحد ما كان كيعفط في تاريطور ديال الأخر وراح مني ترى المشكيل دخل واحد في تاريطور ديال الأخر ركشتو الحملاء ديال التطهير اللي كانت ناضطه رجال أعمال لي مشوا للحباسات وذلك شي را ما كانش عباطي ومشي راح حملاء التطهير كم ما كانت تسمى ولكن حملت تطهير بين أشخاص ومشوا فيها ضحايا كتعر الروينة كانت ناضط فهذاك الوقت كل شي أنا كنقول لكم بأن العقل ديالي كان كيقول إلى القصر الملكي وهذا يعني رك في الطريق الصحيح ولكن لا كنا جهة أقوى من القصر الملكي هي ديال دريس البصري ودوزوها أهلية حيضنا دريس البصري كتعرفوا لما توقف عني العمل لغدة مشي تلحقت عليه للكابانو للمنزل ديالو اللي كان عنده في بزنيقة على شاطئ البحر وحاولت نفهم منه لأنه لمدة سنوات والعلاقة كانت متوترة كانت في واحد شكل أه أشغاني يقول لكم لأنني كون ردخت ليه كان يمكن لي نكون من الشخصيات والفلوس والجاه واللي بغيت كان عندي ولكني رفضت لأنني كنقول مع مولي حمد العلاوي ومعنا سخرين أراني في الطريق الصحيح وبأنني كنت كان أدي واجب وطني والصالح البلاد ديالي مشيت لعنده استقبلني كان في واحد الحالة خيبة بزا فعاد ما كنت جيت نتشفى فيه ولكني كنت كان تكلم معاه وكني قول ليه علاش علاش درتي هذا شي شو بغيت نعرف كي يقول ليه من بعد من بعد غنشرح لك والعلاقة تقطعت وما غادي نتصاحبه وما غادي بداعي يطليه بشكل يمكن نهاريا نهار الله وغنطلقها معاه واحد ثلاثة المرات في باريس بيدعوى منه وهو فاش بشال فرنسا المهم هو مشى جا الجنرال العنيقري الرجل القوي ديكساعة عند جلالة المالك الجنرال كانت عنده من الأولويات دياله ميل في السحرة كان عنده واحد سيد الله يذكره بخير سي أرسالان وقال مجتمع مدني لا بغن أسميه بحلكة ولا ريضة عنده تجريبة ولا ريضة عنده علاقته مع مرحوم ولا يحمد العلوي ولا ريضة عنده قنواته وقال هات السيد خصي يكون حدايا أنا ما كانش عندي مشكل ما كانش عندي مشكل لأنني كان أخدم وطني كان أخدم واحد القادية عادلة بدينة ولكن في نفس الوقت كنت ديما حاضي معاه لأن السيد منك يضرب الطاصق يزعترها شفت شي حويج اللي كان كي يخطط لهم ماشي هما هادوك زي ماشي حاجات خيبين وبأنه حاصر جلالة المالك عن طريق تحكم في المعلومة وفضحت هاد المخطط ديالو عند من يهمهم الأمر السيد جهل عشي غادي نقول لكم وادوزها عليها صفت ليها بالليل العناصر دي الله ديستي ودخلوا الدار عند الواليد وداروا لهم الإرهاب والوالدة اللي يرحمهم في نفس الوقت مشاوليها عند الوالدين دي الزوجة ديالي ورح لمدة مشاول دخلوا الدار وداروا لهم الإرهاب ومدة أسبوع وما قلسي لهم في الباب خارجين داخلين تابعينهم مهم هاتشي كامل باش يخلق ليا مشاكل ومتاعب مع الزوجة ديالي في نفس الوقت مشاوليها عند الأخت دي الزوجة ديالي ودخلوا عليهم صحة الدار هكا كاتشي كل شي بطريقة غير قانونية ما كيش شي ساند قانوني ما كيش شي ما درتشي حاجة ما والو مشاول العائلة داروا لهم الإرهاب قلنا لعني قري ها هو مشا ودوزناها نوية حرب قلت أنتفاء الأخير جاء يا سيل منصوري يا سيل منقوله العنيقري ونقوله البصري هادو ناس اللي ما هو ما شغلهمش مش ديال الدولة مش رجال الدولة يمشي ولعبوها جاي يا سيل منصوري وقلت انتفاء الأخير قالوا ريضا قلت لهم مرحبا يا سيل منصوري قرأ مع سيدنا السيد كيقولوا بأنه امتقله السيد كيمشي للزوايا والأضريحة وكيزورهم كاملين يمكن واش كيدعي للراسو ولكيدعي للدولة المغربية باش دوك السادات يحميونا من شي حاجة خائبة اللي غد يتوقع مهم ما الله علم شنو اللي في النواية دياله أعطاني تاهوه خلاني تال دقيقة تسعين سنوات وهو يركب لي الكريديات والفضايح لأن عنده مشاكل داخلية ديال تسير ودك الشي اللي كنت كان قول ها هو وصلنا ليه ها هو ما دك الفضايح كلهم اللي كنت ندت الفين وسبعتاش الفين وثمنتاش وبلا هاتشي اللي علنا بلا اللي كنت كتبت المسؤولينا ودي هاش شفتها شي من الفين وحداش الفين وثناش وهو كل شي دك شي احنا وصلنا ليه في القادية ديال البرلمان الاوروبي الفضايح ديال ائمة في عدد من الدول سبانيا فرنسا بلجيكا هولندا حتى ديك صيلة الوصل الدينية اللي كانت عند المغرب مع الجالية دياله قطعوها لنا لأنه كان سوء تسيير هاد الملفات البرلمان الاوروبي ما كان تكلمش عليه هادك شي راها فضيحة وفضيحة العدد ديال المواطنين المغاربة اللي تشدوا لأنهم عملاء ديالنا ما قدرناش نحميهم كان سوء تسير نزيد من غير هاد شي كله هي ديك القادية اللي كانت جاتني ديك الضريبة ديال قريبا واحد وعشرين مليون خلها السيد لا يهمه لسهم عادي للبلاد لسهم عادي الجهاز ولا احتحاجة تحبك جاء وخلصوها ولا خلوها قال لهم يتبراصوا معاه هو عرف راها ديك شي دياله ما مصوقش من غير هاد شي جاتني واحد ضريبة خراعة وتاني هاد ضريبة هادي ديال المخابرات واحد وثمانين الف درهم وخمسمية وستين تمانية المليون ومائة الفرانك وخمسمية وستين درهم هاد شي من هاد الجريدة هادي الصحراء الأسبوعية الصحراء الأسبوعية وكان واحد المشروع جميل بزا فعد اللي كان كيصدر هنا في أقادير كان طاقم صحفي كانت واحد تجربة رائدة مختصة في ملف الصحراء ولكن سوء تدبير الجهاز وعدم الاحترافية دياله الأغراض تالناس اللي تعاملت معاهم وذلك شي همهم الوحيد ماشي هو الوطن ماشي هو التحجير والفلوش غيد دار في الجيب وشي تخلوض وتخرب وحرب تطاحن حرب داخلية وكنت الضحية ديالها عشرين مليون دق النهار جات الديون بملايين درهم خلاوها وتزادت هادي جديدة عاد صفتوها ليا واحد وثمانين الف درهم وخمسمية وستين سياسي المنصوري ما زمح لناش المشاكيل ديال البرلمان الأوروبي ماحللناش المشاكيل كاملة وهاتشي كان زيد نغرق وغادي نبقى ندوي وخص تلقى حل هاد المصائب اللي درتي ليا نبقى وفي المصائب اللي درتي ليا وش كيتسحابكم أن البرلمان الأوروبي ولا غيره ملي كيتكلم عن المغرب وكيقول حرية التعبير قلت لكم داك النهار أن المغرب فات هاتشي مبقاش كيقمع دوي يقول لي بغيتي والمثال هو نايا أنا كنتكلم وكنتكلم على رئيس المخابرات وكن نقول بأن إنسان فشل في تدبير هاد الجهاز هاد الجهاز اللي هو حيوي وخصنا شي مسؤول اللي يكون قد هاد المنصيب هاد اللي يجي اعتقش كين ما يتعتق وإصلاح ما يمكن إصلاحه في هاد الجهاز دي المخابرات الخارجية لأنه حيوي لأنه الدينامو دي الديبلوماسية دينا ولكن كتعرفوا بلادنا كتعطيكها من التحت لأنه فاتت هاتش دي حوري التعبيكات خليك الدوي ولكن كتحش لك الركابي من غير هادي اللي جاتني ديال 8 مليون و 150 الفرانج جاتني واحد الغرامة في نفس النهارات شي كامل ستفوه لي جا عندي لعاون قضائي وكي يقول يا سيت طوجني رأ عندك واحد الغرامة رأت خلصها ديال 3000 درهم هادي فاش كان دعاني والي جي هاد سوسماسة تصوروا معايا ده بكيفش غادي نكون أنا لما الوالي ديال أقادير اللي كنت تكلمت في فيديوهات على الماضي دياله كو غيك انشي واحد نازيه شي واحد هذا وكي يكون سبع وكني الماضي دياله رأتكلمت عليه وندعاني وقالي إصدار جريدة هايا إصدار صحيفة إلكترونية دورة دون احترام شروط التصريح ما العلم أن فاش حط بيه هاد شكاية جبت له الميلف وكنيقول لي هاد الميلف اللي كدوي عليه رأ هو في المحكامة البتدائية رأ هو كين عندهم ومشو كي بحثوه في المحكامة وكي القوا بي أنني حاط الميلف لوك الوالي غلط وخاها كاك غلط وحكموا عليا بتلتلاف درهم ديال الغرامة هاتلتلاف درهم السيد الوالي اللي حكموا عليا بها لأنك انت حطيتي بيه هاد شكاية أنا غادي نعود رجعليك أنا غادي نخلصها ما عنديش فيها مشكلة نجيكم نفس النهار كتجيني واحدة آخرى ها هي هادي لما خرجت من السجن هاتشي كل شي جاني في النهار واحد بلاش تعرفوه راح ضريبة ديال النضال راحها ما سهلاش جاتني في النهار واحد كيقولوا لي هنا يا إهانة هيئة منظمة واتوزيع الدعاءات كاذبة وتشهير المادة مائتيين وخمسة وستين مائتي وثمانية وستين اه ربعمائة وسبعة وسبعة وعين عبتوا هذه ديالاش هذه لما خرجت من السجن ودرت فى حالفيديو وحكيت على تمانية وربعين ساعة في ضيافة الامن الوطني على الجيو الكيداير حكيته وقلت اودي هاشنو عشت وكيفاش وهاشنو وهاشقين هاشقين هاشقين ناضط المديرية العامة الأم الوطني حطت بي شكاية وقالوا سيديرك تكذب وماشي بالصح واتشي كله ماشي بالصح نقولوا انا ماشي بالصح درت واحد الاعلان عندي في صفحة في الفيسبوك وفي انستغرام وقلت يا المواطنين اللي دوسوا الحراسة النظرية الله يخليكم بيتكم تشاهدوا معايا جمعات يمكن في واحد ثلاث ايام 113 ديال المواطنين اللي تواصلوا معايا اللي جابوا لي كارت ناسيونال ديالهم كلهم مستعدين يشاهدوا بانا دكشي اللي قلت كله صحيح 113 يمكن جمع يمكن المئات ديال الناس اللي دازوا من الجيول ديال الولاية أمن آقادير كجيل مديرية العامة الأم الوطني لما شافت هذا الكمل هائل ديال الناس اللي ناضوا وكل شي موجودين وهمشوا كامل المحكامة كتدير التنازل على الشيكاية لما دار التنازل على الشيكاية كانوا مطورين فاش يخرجوا المديرية العامة الأم الوطني كتقول النيابة العامة أنا ما كنسامحش متافقين؟ علموني على النهار اللي غتحكموا علي وأنا جاي وغنجيبوا هاد الناس وخمسالاف درهم غرامة دابا أنا قلت غير الحقيقة ذاك شي اللي عشتو راما عشوش ما كشبك شي تماما شي واحد من النيابة العامة ودوز واحد 48 ساعة باش يشوف ذاك شي اللي شفت أنا جايب معي 113 ديال المواطني اللي غايش هدو عن عني قلت ذاك شي اللي قلت صحيح وكل صحيح بيح هدافره وبلدي طاي كاملين ما كيش حاجة بشي هادك خديت فيها تلتشهور ديال السجن موقوفة تنفيذ وخديت فيها خمسالاف درهم ديال الغرامة شنو بلليكم؟ هاد شي كامل جاني في نهار واحد تمانية دلمليون تلتالاف درهم خمسالاف درهم هاد شي يعني هنا يا كينا واحد واحد تسعود المليون هادو الغرامات في دقة واحدة صيف طوالية أنا ما كندويش على الغرامات الخرين ما كندويش على استيجن موقوفة تنفيذ عندنا غاكي تشير باش تعرفوه راح حرية تعبير راح مكفولة بهذا شي بهذا الحشان ملتحت الناس اللي كي يقول لك راح كيدوي وكيفوالو مخلينو لا ما مخلينو شانا أعطيتكم غير مثال صغير غندير واحد الحاجة هاد الخلاص ديال هاد شي غادي نخلصه ما كعيش طريقتي ديال الخلاص لأنني هاد شي كان أعتبر أنه ظلم وحيف هاد شي ما يمكنش ما يمكنش تحكم علي الوالي كان قولك بأن راح في المحكامة ومشيته المحكامة ولقيته الملف ديالي وخرجوه قدامي واخا هكاك كان تحكم ظلما وعدوانا هكاك ما ممكنش حاجة الملف كله محطوط حكيت على الكوميسارية أحكمته علي بثلاث شهور ديال السجن وقال لك هاي أمون ضامة وتوزيع الدعاء تكاذبة وتشهير أنا شهرت بالبوليس أنا كذبت عليهم أنا وهذه كمية وثلاثة ديالناس اللي غادي يتجي منين شكون وغادي نعود نحي هاد شي كامل ويمكن لي ندوز شهادات أنا من دابة غادي نقولها شهادات ديالناس اللي دوزوا الجيول مدام ما بغيتوش تصنطوليا وما بغيتوش قدام أمام المحكامة تسمعوا لهاد الناس يمكن لي ندوز واحد لعشرة الناس في الفيديوهات أشنو عشتو في الجيول ديالولاية أمن أقادير عطونا غير الظرف وغادي يحكيو والنودو ندعيوه هاد الناس كامل اللي قلتش حاجة ندعيوه وهذاك شي لغا ندير وكان نطلب من الناس هادك مية وثلتاش غا نحي معاها الاتصال وغادي نعود ندوز أشنو عاشو في الجيول ديال مدينة أقادير واش بالصح ولا ماشي بالصح واش كذبت واش شهرت ولا لا دابا اللي كي يقول لك ريضا راح بيخير وعلى خير وراك يدوي ولا هدا يدري الدفل عصيدا اللي قال راح باردا يزيد أنا ماشي أحمق ماشي مستي ماشي والو كان حلم أنا واحد مواطن كان حلم بمغربي الأفضل وهدي الضاربة ديال الحلم ديالي ها هنا غير هنا تسعد المليون ما كان نتكلمش على عشرين مليون اللي خلا ياسي المنصوري وباش نقول لكم باش نكمل حتى فشر دخني ياسي المنصوري وخلا على يديك الديون وكل شي خديت قرض بنقي وكين دعم عائلي ودرت مشروع وقلت غا ننساوه الماضي وهو راه ولا بدا غادي واحد نهار غادي خلص دك شي هدك المشروع اللي درت كيجي السيد الوالي المحترام يعني ممكن من عنده ما مافقش مع الفيديوهات ديالي وكيقول اجي نسحب لي هذيك الرخصة خلاني حتى لوحد لو قيته اللي كين واحد غادي تبدل الماتيريال وكين واحد الانفستيسمان تقيل ويا الله خديته يكون عنده المعلومات من الكريدي الديبلوكا وانا استخلصوا صافي الماتيريال وكيسحب الوطوريزاسيو كيحصل فيك الماتيريال كيحصل فيك الكريدي كتحصل فيك البانكا كيحصل فيك كل شي وكباش يغرقك هذا الوالي المحترم هذا الوالي لي دخلني الحراسة النظرية جوز مرات لي تابعني في هاد لازافير لأنني ما وفقوش أنا موقره وما قلت تحاجة السيد الوالي ما كان فهمش كيفاش اقترحوه على صاحب الجلالة والماضي دياله اسود ما شانا لك نقول ميل فات ميل فات وهذه الحقرة اللي كتبقى فيك انت وطني انت الانسان اللي مغربي كتبغي بلادك مع مرة كدرتي يدك في تشفارت ما دخلتيش معهم في تشفارت ويجي واحد اللي هو مخمجها وعنده روينا في الماضي ديالو ويقول لك يبغي يعطيك دروس في النزاهة دروس في الوطنية دروس في التسير وزيد 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 هتش لكي يبقى فيك الحال المهم السادة المسؤولين 3000 درهم و5000 درهم غدي نخلصها لكم ولكن بطريقتي هادي ال5000 درهم دي المديرية العمل أمل وطني ها هي ريالات وها هي 14 ريالات كي اللي غدي يقول لي ان هاتشي غدي حصل فيه اللي يمكن لف بالصندوق ديال المحكامة شغلكم هاداك نضبر راسكم انا كنتكلم مع الدولة المغربية لأن كان اعتبر انني تضلمت انه حكم جائر انه حكم ظالم انه طريقة لإسكاتي هادي 5000 درهم للمديرية العمل أمل وطني هنا كينا 3000 درهم ها هي جوز دريالات ها هما وهنا كينا 4 دريالات هاز 3 وخمسة ديال الصندوق هنا غرارف 3 الف درهم تاهية اللي حكموا بها يعني هنا بعدك هنا 8 الف درهم أما بخصوص هات 8 المليون و156 الفرانك اللي غدي نخلص هادي غدي نخلصها السياسي المنصوري غدي تقولوا لي غسي نخلصها الضريبة غنجيبها لك بطريقتي وبشكل اللي انا كنشوفه اه احتجاجي على الظلم اللي وقع لي مع إدارة ديالك بسببك السياسي المنصوري المهم الله يدير شي تاوي الخير الله يصوم لنا وليكم الله يحفظ بلادنا من أي سوء وكتعرفوا عنا واحد البلاد من أجمل بلد العالم وإحنا الساكنة يعني إحنا المغاربة المواطنين الناس رائعين متسامحين بغينا بلاد كانحنا مغير بواحد المستقبل أجمل من هذا اللي كانعيشوا فيه ولكن كان المفسدين كان الناس ما كنفهمش أن البلاد واتيرى مننا منذ استقلال عزيز عليها الخوانة عزيز عليها المرتزقة عزيز عليها اللي كيلوي لهم يدهم عزيز عليها لكل مخلوذين والشفارة الكبار ما فهمتش هذه العقلية هذه وحتى لإمتى سنبقوا بحالها واش مبغيتوش لخير لهذا الوطن واش مبغيتوش للأجيال اللي جاية ما يمكنش ولكن سنبقى الناضل وهنا في المغرب وديرو فيما بغيتو سنضار بقدر مستطاع راح بحال دافيد كونت قوليات بحال الفيل مع الفار ولكن شنو بغيتوني تدير كان حلم أنا هكاك وغادي بقى هاتش كي يجيني ديال الغرامات والحباسات وهذا عندي واحد طلب وهو نبقى قدر الممكن زعما شحال المدة أكبر ممكن ما ندخش للسجن هاتش لكين وكانتمنى من الله يعطينا لا أنا ولا الشعب المغربي على قد نيتنا ونيتنا زوينا مغرب أفضل من هذا إما المفسدين والناس اللي كيخرجوا علينا الله هو اللي غيتكلف بهم ورح عارف شنو المصير ديالهم هو مع عائلاتهم وهذا ولو كانتمنى شلو مش حاجة خيبة